يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني بمولدك حتى الوفاة راميا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فياوما للمدينة سائرا النعم والحبيبي والورى يشهدني إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسول اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهاية مرحبا بحضراتكم في لقائنا التاسع عشر بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء السابع من صحيح السيرة وما زال كلامنا متصلا حول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هناك أحاديث لابد أن أشير إليها لأني ذكرته في أول الحلقات أن الكثير من الأحاديث المجذوبة وشديدة الضعف دخل في قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لكن نحن نكتفي بفضل الله سبحانه وتعالى على الصحيح من تلك الحديث المجذوبة استئزان ملك الموت عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند موته فقد ورد أن ملك الموت جاء وقف على باب النبي عليه الصلاة والسلام وألقى السلام السلام عليكم يا آل بيت النبوة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع أولا سمعته عائشة رضي الله عنها فقالت لفاطمة رضي الله عنها أجيبي الرجل فأجابته فاطمة رضي الله عنها وقالت أجرك الله على ممشك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بأمر نفسه يعني كان يعاني من سكرات الموت فقال لابد أن أدخل لابد أن أدخل فسمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال هذا ملك الموت هذا ملك الموت فقال ملك الموت أمرت أن لا أدخل عليك إلا بعد أن تأذن لي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أجئت زائرا وقابضا أم زائرا فقط قال جئتك زائرا وقابضا وأمرني الله سبحانه وتعالى ألا أدخل عليك في الزيارة إلا بعد إذنك بعد إذنك ولا أقبض روحك إلا بعد إذنك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وأين حبيبي جبريل عليه الصلاة والسلام قصة طويلة وتجد فيها كده الملح بقى والنكات بتاع الحديث المجذوبة التي يضعها الوضعون والقصصون ويستغلون الحدث حدث كبير والحدث عظيم فيؤلفون القصص التي تجذب الناس لا شك أنه لما تقال هذه القصة أو على المنبر تقال أين حبيبي جبريل وأمرت ألا أقبض روحك إلا بعد أن تأذن لي فهذا كلام يشد الناس لكن هذا مجذوب هذا مجذوب من غير الصحيح أيضا أن الخضر جاء عليه السلام والخضر يعني اختلف الناس فيها هل هو نبي أم هو ولي على اختلاف ليس الآن يعني وقت التفصيل أن الخضر عليه السلام جاء ليعزف رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هذا ليس بصحيح ليس بصحيح فالله سبحانه وتعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد لا أحد وما جعلنا لبشر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فلا أحد سيخلد وهو بشر وهو وهو بشر والله سبحانه وتعالى يقول كل من عليها فان سبحانه وتعالى وأيضا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع الصحابة في ليلة يقول أرأيتم على رأس ليلتكم على رأس مئة سنة منها لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض الآن يعني على رأس هذه الليلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس فيها مع الصحابة لا أحد سيبقى على ظهر الأرض بعد مئة سنة ممن هو عليها الآن فمسألة أن الخضر حي وجاء وسلم هذه أيضا ليست صحيح نعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام والآن صار طفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمرا واقعا حدست المجتمع في المدينة كانت فيه أمور كان المنافقون بعض المنافقين في المدينة الذين قال أمر نظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يموت حتى يفني الله سبحانه وتعالى المنافقين فالمنافقون في المدينة الذين يظهرون الإسلام وهذا والإشكال نقوم يظهر إسلام ويبطنون الكفر فهؤلاء يتربصون وينتظرون ماذا سيحدث ليجدوا أي صغرة يدخلون منها إلى الأراجيف وإلى الإشعاعات خاصة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحب فكان المنافق والعرب العرب ما اعتادوا في طبيعة العرب أنهم لا ينقاضوا لرجل من غير قبيلتهم العربي يأنف أن ينقاض لرجل من غير قبيلته زعيم القبيلة تنقاض له زعيم القبيلة الأخرى لا تنقاض له القبيل هذا في طبيعة العرب فلأول مرة في تاريخ العرب ينقاضون لرسول الله عليه الصلاة والسلام الجميع يسمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهؤلاء العرب هل سيستمعون وينقاضون لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن الكثير منهم عاد لما كان عليه إلى القبيلة وإلى زعيم القبيلة وهذا سنراه واضحا جليا في منع الزكاة لأنهم كانوا يرون أن الزكاة للرسول الله عليه الصلاة والسلام هو حي وأن الطاعة للرسول الله عليه الصلاة والسلام هو حي وفي ارتداد الكثير من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمع المدينة جيش أسامة الذي جهزه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الجرف في المدينة المسافة من المدينة ما زال لم يتحرك لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد مرضه فلم يتحرك هذا الجيش والنبي عليه الصلاة والسلام جهزه فهذا ما زال يقف على مشارف المدينة ينتظر الأوامر نجد الأنصار الأنصار أيضا كانوا في حيرة لأن الأنصار لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام باعة العقبة الأولى وباعة العقبة الثانية وهاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين سببهم الله سبحانه وتعالى في نصرة الدين وإقامة الدولة الإسلامية مما هو في المدينة مما هو معلوم مما هو معلوم فالأنصار كانوا في حيرة من سيتولاهم الآن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا سنراه أيضا عندما نأتي للكلام عنه لأنهم يسارعون والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن بعد يسارعون في الصقيفة لمبايع السعد بن عبادة رضي الله عنه أحداث كثيرة الآن تموج بها المدينة سنرى ما يحدث فيها بإذن الله رب العليم نعود للنبي عليه الصلاة والسلام النبي الآن عليه الصلاة والسلام مات كما ذكرت في ضحى يوم الاثنين الثاني عشر من شهر الربيع الأول في العام الحادي عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلابد إذن من الأمور التي تكون للميت نأتي أولا للصلاة ليست الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء وقت الصلاة من الذي يصلي هذه الحيرة فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد عين وأمر بأن يصلي أبو بكر رضي الله عنه بالناس فهذا لا حيرة فيه إنما الحيرة ستأتي الآن الحيرة ستأتي الآن احتار الصحابة هل يغسلون النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عشر رضي الله عنه عند البخاري وغير هل يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم كما يغسل سائر الناس يعني يجردونه من ثيابه كما يجرد الناس من ثيابهم فاختلفوا ماذا يفعلون فألقى الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا النوم فما من رجل إلا وزقنه عند صدري يعني ناموا جميعا واستمع إلى منادي ينادي من ناحية البيت اللي يعرفون من هو يقول غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملابسه لا تجردوا رسول الله عليه الصلاة والسلام من ملابسه فكلهم استمعوا لهذا الصوت فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجردوه من ملابسه في ملابسه كاملة يصبون الماء على الملابس يدلكون النبي عليه الصلاة والسلام من فوق الملابس لا تصل أيديهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من يغسله يذكر لنا سالم في الشمائل للإمام الترمزي أن أبا بكر رضي الله عنه قال يغسله بنو أبي بنو أبي أي الأقارب من ناحية الأب من ناحية الأب أو أبناء الأعماء من ناحية الأب يغسله بنو أبي هذا في الغسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدخل ويقول دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الغسل فأردت أن أرى منه ما يرى من الميت أصر عند ابن ماجا وغير ما يرى من الميت فوجدته طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم فقال بأبي الطيب بأبي الطيب قال طبط حيا وميتا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما شممت ريحا أطيبا من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إذن حيرة الغسل انتهت بما سمعنا يأتي بعد الغسل الكفن بعد الغسل الكفن أم المؤمنين عائشة تقول والحديث في البخاري وغيره أن متفق علي أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أسواب بيض سحولية يمنية من كرصف ثلاثة أسواب بيض سحولية سحولية دي قرية في اليمن يمنية يعني تأكيد قرية من قرى اليمن جدد ليست قديمة بيض لونها أبيض من كرصف يعني من قط أدرج فيها إدراجة صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الترمزي عليه رحمة الله وردت حديث كثيرة عن صفة كفن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة رضي الله عنها هو أصح حديث في صفة كفن الرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كفن في ثلاثة أسواب بيض سحولية جدد يمنية من كرصف يعني كذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم الآن من يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام حيرة بعد حيرة حيرة بعد حيرة الجميع كانوا يسارعون إلى أبي بكر رضي الله عنه يقولون يا صاحب رسول الله لأنه لم يكن لقب بالخليفة يذهبون إليه لأنهم أولا هو أقرب هو أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولأنهم رأوا أيضا من رباطة جأشه في موت النبي عليه الصلاة والسلام وكيف سببه الله سبحانه وتعالى أن يسبت الناس فيه لما احتاروا وعمر هدد وتوعد كما رأينا فكان الجميع يهرعون إليه يا صاحب رسول الله ماذا نفعل فجاءوا إليه يا صاحب رسول الله أيضا يروي سالم في الشمائل لإمام الترمزي يا صاحب رسول الله أي الصلاة والسلام أيصلا على رسول الله من يصلي على النبي نحن عندما نصلي على موتانا فإننا نتخير يعني أفاضل الناس العلماء كذا أفاضل الناس ليصلون على موتانا يصلون على موتان فمن الذي يصلي على رسول الله من الإمام الذي يصلي على رسول الله من أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليصلي إماما عليه عليه الصلاة والسلام فأبو بكر رد الله ألهمه الله سبحانه وتعالى فقال نعم يصلى عليه وحدانا يعني لا إمام يدخل الناس وحدانا وجماعة جماعة يدخل جماعة من باب ويخرجون ويدخل جماعة أخرى ويخرجون يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على الميت بدون إمام صلوا عليه فرادة صلوا عليه فرادة وهذا كما نقل ابن عبد الباري قال هو إجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه إمام في صلاة في وفاته وإنما صل الناس عليه كما رأينا وحدانا وجماعات صغيرة بدون إمام وكذلك نقل الإجماع ابن كثير أيضا في البداية والنهاية الآن غسل النبي عليه الصلاة والسلام كفن النبي عليه الصلاة والسلام صلي على النبي عليه الصلاة والسلام أين يدفن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيرة أخرى حيرة أخرى تأتي للصحابة أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدفن في البقيع كالصحابة كسائر الصحابة الذين يموتون يدفنون في البقيع بجوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هل ينقل إلى أرضه إلى مكة باعتبار أنها خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله أم أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام فاحتاروا احتاروا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفع الحيرة أيضا هو أبو بكر رضي الله عنه الذي قال يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قبض فيه وقال إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولم أنسى حفظه رضي الله عنه أنه قال ما قبض الله نبيا إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه والنبي عليه الصلاة والسلام مات في حجرة أم المؤمنين عائشة في حجرة أم المؤمنين عائشة إذن هو الآن سيطفن في حجرة أم المؤمنين عائشة فنحي فراش الرسول عليه الصلاة والسلام وفراش عائشة السرير الذي كان ينام عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها فنحي هذا الفراش جانبا وبدأ في حفر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل بهذا إلى نهاية حلقة الليلة أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راميا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فياوما للمدينة سائرا نحو الحبيبي والورى يشهدني